معنا هنا في الستوديو الزميلة ميس الحربي يعني منذ الأمس وأنت تتابعين كل التدعيات وردود الأفعال حول القرار الأمريكي ماذا عن أذرع إيران والمواقف الإيرانية أيضا؟ نجي نتكلم أولا طبعا بالمواقف الإيراني الرسمية ونقول أنه ما أندخل طبعا هذا التصنيف ملياشيات الحوثي جماعة إرهابية أروقت الإجراءات الإدارية الأمريكية لتثبيته طهران وكل من يدور في فلكها عبرت عن الغضب من قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف ملياشيات الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية ووضع ثلاثة من قيادات الملياشية في قوائم الإرهاب الدولي بل أن الخارجية الإيرانية تعتبر أن جهود الولايات المتحدة لوضع ملياشيات الحوثي على قائمة الإرهاب هو تعبير عن إفلاس إدارة ترامب أيضا ممثل إيران لدى الحوثي حسن أيرلو الذي وضعته واشنطن الشهر الماضي بقائمتها للإرهاب قال أن وضع الحوثي من قبل واشنطن على قائمة الإرهاب هو تحت ضغط إسرائيلي وكأنه هنا يبرئ ساحة واشنطن ويحمل تل أبيب المسؤولية أيضا في إبريل 2019 أدرج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية دولية من واشنطن وهو الراعي الحصري لكل الميليشيات الإرهابية في المنطقة العربية الراعي الحصري لكل الميليشيات الإرهابية في المنطقة ماذا عن هذه الميليشيات ورد فعلها؟ أنجي بالنسبة للقائمة الأمريكية طبعا مثل ما نعرف وتعرفين أكيد أنه تعج بالمنظمات الإرهابية المدرجة رسميا ضمن القائمة من لبنان حزب الله اللبناني المصنف من واشنطن كمنظمة إرهابية دان الخطوة الأمريكية واعتبرها عدوانية وإجرامية وقال أنه يتضامن مع قيادة الحوثي المدرجين على قائمة الإرهاب الدولي وصفهم بالقادة الأعزاء وهم عبد الملك الحوثي وشقيق عبد الخالق وأبو علي الحاكم أيضا من العراق ميليشيان وجباء المدرجة من واشنطن عام 2020 على قائمة الإرهاب والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها وكيلة لإيران كان موقفها أنها تفخر بأنها في نفس الجبهة مع ميليشي الحوثي وقائدها عبد الملك الحوثي الآن إنجي سأترك معك المشهد ومع المشاهدين في وسائل الإعلام الإيرانية ووسائل ميليشياتها في لبنان والعراق ومن ثم الهوى سينتقل إليك إنجي نتابع